سنوات تمر على ذكرى تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية كانت حافلة بالمواقف والقرارات لساكن البيت الأبيض التي لم يتوقف تأثيرها على الداخل الأمريكي بل ألقت بظلالها على العالم بأثره وجاءت أبرز تلك القرارات التي اتخذها ترامب فور جلوسه على المكتب البيضاوي بخصوص الحظر الذي فرضه على الهجرة إلى الولايات المتحدة من عدة دول عربية وإسلامية فضلا عن قضية الجدار الحدودي الذي أراد ترامب إقامته على الحدود الأمريكية المكسيكية والتي تسببت في دخول الحكومة الأمريكية في أطول إغلاق حكومي في إطار سياسته التي رفع لها شعار أمريكا أولا أما على المستوى الخارجي فرغم قرار الرئيس الأمريكي بالسعي إلى الانسحاب من سوريا والعراق إلا أنه يحسب له قراره باستهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي والقضاء على الدولة المزعومة لتنظيم الإرهابي عبر عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ورغم أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة اتخذ المصارى التفاوضي مع كوريا الشمالية لتفكيك برنامجها النووي والصاروخي ولقاءاته مع زعيم بيونج يانج كيم يونج أون فإنه كان أكثر تشدداً مع إيران من سحابه من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015 وعاود فرض العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني وانتهاءاً باستهدافه قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وسعياً لدعم قاعدة مؤيديه كانت قرارات ترامب لدعم إسرائيل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إليها ورغم تحقيقه إنجازات في الداخل الأمريكي على مستوى تحسين مؤشرات الاقتصاد وتعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة بفضل سياسته الخارجية التي قادها بعقلية رجل الأعمال وأصفرت مؤخراً عن التواصل لاتفاق تجاري مع الصين بعد مفاوضات شاقة وتهديده بحرب تجارية واسعة إلا أن ذلك كله لم يكن كافياً لترامب لينجو من المحاكمة داخل الكونجرس الأمريكي بهدف عزله من منصبه على خلفية ممارسته ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافسه المحتمل في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن رغم أنه سابق وأن نجى من نفس المصير في بداية ولايته على خلفية التحقيق في تواطئ محتمل بين حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016 وروسيا